محمد ايه اغرب معلومة عرفتها؟ طبعا ده غريب برضو بالنسبة لنا جدا بس الحلو فيه ان انت بتقوله بجد بطريقة بسيطة جدا هي من الفكرة والله ان انا عبا حاول طول الوقت حتى في اخر كل فيديو لازم اقول كده في الاخر اتمنى ما كنش طولت عليكم وكنو وصلت لكم الحكاية اللي كانت معنا الياردة بشكل مبسط وسهل يعني صوتك مريح ان الواحد يسمعه وبتقول الكلمات سهلة وبسيطة ان اي حد يستوعبها ويفهمها وده الازل حاجة في الموضوع ان انت ممكن تجمع معلومات كتيرة جدا جدا في وقت قليل بطريقة حكاية زي ما احنا قولنا قبل كده فبتطلع سيمبل وسهل على اللي بيسمعك طيب اغرب حكاية سمعت عنها اغرب حكاية سمعت عنها والله في حكايات كتير طول الوقت كده وانا ببحث بلاقي معلومات ما كنتش عارفها بيبقى عندي فضول بقى لازم اعرف الناس معايا المعلومة دي لا مش في دماغي دلوقتي حاجة معينة مثلا بس كتير يعني في كتير حاجات بتظهر قدامي على فكرة ومعلومات علمية وحاجات بنبقى عارفينها بقى لنا سنين وفجأة بنكتشب ان احنا كنا عارفين الموضوع ده غلط بحس ان واجب علي بقى لازم تعرف الناس حقيقة الموضوع ده طب في معلومة قبل كده كانت صعبة ان هي تتعمل حكاية اه في كتير في موضوعات كتير مش موضوع صعبة بصراحة يعني المجتمع بتاعنا على قدم هو بيبقى متشوق يسمع الحكايات دي حاجة احنا بنحبها جدا بس على قدم هو برضو يعني ما بيديلكش فرصة ان انت تاخد راحتك وانت بتحكي الحكاية ممكن لو هتقولي معلومة مثلا هو ما تعودش يسمعها بتلاقي جدل كتير جدا في التعليقات والناس بتبدأ تهاجمك والناس تبدأ ما تديلكش فرصة ان انت تتكلمي على الموضوع هو ممكن يبحث قبل ما يعلق يبحث ويتأكد اللي انا بقوله ده غلط ولا صح لو ما بيديلكش فرصة ففي موضوعات ببقى انا عايزة اتكلم فيها بحيث انها جدلية او هتعمل جدل فبقوله اجل ده شوية بلاش دلوقتي لما الثقة بيننا وبن بعض تكتر يعني انت بقى لك قد اي دلوقتي عامل التشانل بلاي القناة بتاعت اليوتيوب يمكن من 2019 يعني سنتين شوية بس عدد الفولورز كتير على سنتين ماشاء الله مش بنقر اكيد لا الحمد لله طيب